قال السيد طارق عزيز نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن النظام الكويتية يواصل بكل الوسائل نهجه العدوانية ضد العراق فهذا النظام يفعل كل شيء ويصرف كل ما لديه من أموال لإهداء العراق والتآمر عليه وتهديد أمنه وسلامته وبأساليب لئيمة وحاقدة تتعدى كل الحدود فهو يعبر عن الفرح الخسيس كلما صدر قرار بتجديد الحصار على شعبنا وكلما حصل عدوان على العراق كما فعل في العدوان الأمريكي الأخير الذي استنكره العرب والخيرون في العالم